قد يفرض فيروس كورونا تغييرات كثيرة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية وقد يعيد انتشارهما ساعة منظمات حقوقية وشخصيات ملهمة لإخفائه طوال سنوات خطاب الكراهية والعنصرية يعود ليظهر مجددا في الولايات المتحدة فمع انتشار الفيروس فيها كشف تقرير استخباري عن خشية من تعاضم نشاطات المجموعات العنصرية والمتشددة تجاه الأقليات والأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية خلال انشغال الأجهزة الأمنية في مكافحة الوباء التقرير الصادر عن وزارتين العدل والأمن الداخلي وبمشاركة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب شدد على أن تلك المجموعات قد تستغل الأجواء الراهنة لشن هجماتها على خلفية أدبياتها الداخلية التي تحمل مسؤولية انتشار الفيروس لمؤامرة يهودية أو من الصين من غير المستغرب أن تعود المجموعات ذاتها إلى نشاطاتها العنصرية فخطاب رئيس البلاد دونالد ترامب كاف ليكون حافزا جديدا على إشعال فتيل الكراهية عبر وصفه فيروس كورونا بالفيروس الصيني إلى جانب توافق عدد من المسؤولين الأمريكيين مع دعاية ترامب والتصويق لها وإلقاء بعض السياسيين والمعلقين الصحفيين الأمريكيين اللوم على العادات الغذائية الصينية بأنها سبب الفيروس ومصدره وبحسب التقرير تتشابق مصالح هؤلاء مع برامجهم التي تدعو إلى تفوق العرق الأبيض ويرجح تصاعد في جرائم الكراهية في فترة الشهرين إلى الثلاثة المقبلة ربما لا يكفي تلك الأقليات المتهدة سوء أحوالها المعيشية أو قلة الخدمات المقدمة لها ونقص الرعاية الصحية إضافة إلى غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية حتى يلقى باللوم عليها بعدما سجلت الأحصاءات أن 70% من المصابين هم ذوي البشرة السمراء ولا يخفى أن ذلك يعود إلى سياسة التفاوت الطبقي بحسب خبراء وطبيعة أعمال هؤلاء التي تفرض عليهم الخروج بعد الدعوة إلى البقاء في المنازل ما يجعلهم بالتالي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ترجمة نانسي قنقر